اشتركوا في القناة طبعا اللي ما بدو يسمع المقدمة او جوابنا على السؤال واللي ما بدو يسمع الحركة الفلكية والزوايا بيقدر يروح يسمع البرج لحاله عادي بمشر شريط بيطلع معاه زي بطاقة مكتوب عليها برجه بيسمعه وبكون هيك اخذ حاجته واللي حاب يكمل معانا يتوكل على الله طبعا بحب اتشكر الجميع على كل الكلام اللي انذكر بالامس وبعتذر انا برضو بجدد اعتذاري على لهجتي او على طريقة كلامي ممكن ناس فسرها انه والله من الخوف والله يعني حاب يكبر الموضوع حاب يعمل لحاله دعاية اه يعني كل الكلام هاد انا ما بهمني يعني انا اه حبيت احكي واطلع واقول عن الاشي اللي صار معي على الملأ زي ما فدتكو انا بالمعلومات اللي انا عطيتها وما خفت اطلعت برضو جاوبت على الاشياء اللي اجتني ورديت عليهم بالعلن وامامكو وما خفت واللي بدو يحسبها باي حساب ثاني هو حر واللي بدو يكون اه مريض ويقعد يحلل فيها والمؤامرة وما مؤامرة وعشان يعمل لحاله دعاية ويجيب لايكات وكومنتات اه طبعا بحشى الجميع وبستثنى الجميع الناس المحترمة وبستثنى المتابعين المخلصين لايلي اه الو شخصيا او للمجموعة شخصيا اللي خاطبتني بنفس الصيغة هاي طبعا ما جرأت انها تكتب على العام الشاطر اللي بروح بدخلي على الفيسبوك وبيبعثلي اياها على الفيسبوك على اساس النزلة يعني هاد او ببعثلي اياها على رقمي على الواتساب اه طز فيك وفي رايكك وفي كومنتك واذا مش عجبك الاشي اللي انا بحكيه تتابعنيش لانه في عندك مئة الف محطة ثانية ومئة الف قناة ثانية قاعد بتحكي بحكي اقول لك احسن مني روح تابعها ما تتابعني انا اذا انا طالع بقول لك انا ما بدي استفيد ماديا وما بتاجر من ورا العلم تاعي وما رح استفيد ماديا من الموضوع لا اليوم ولا بكرة ولا بعد الف سنة ايش بدي استفيد من لايكك والكومنت تاعك اللي انتي بدك تكتبه انا مقصود الكومنت اهم عندي من اللايك وهم عندي من كل اشي بنعمل لانه في ناس معينين انا بتفاء الخير انهم موجودين عندي على القناة وبتابعوني هدولا صاروا زيهم زي اهلي لما اشوف الكومنت تاعه حتى لو انا ما حطيت له لايكه ببقى عارف انه هو كتب شيء انا قرأته ودلالة على هيك انه كتير ناس بتسأل اسئلة يمكن انا ما بحط له لايك ولكن بلاقي اني انا بجاوب على سؤاله فهدولا الاشخاص لما بيغيبوا انا بجلق عليهم بعرفش شو الظرف اللي هم فيه ما عندي طريق التواصل معاهم غير اليوتيوب بس هذا اللي عندي وندخل على سؤال اليوم عشان ما نطول لانه حلقتنا اليوم اه الزوايا الفلكية كثيرة والاشياء كثيرة فعشان هيك اه بدي اختصر في السؤال اللي اجاني السؤال اللي اجا انه انا ليش ما بحكي بالدرجات الفلكية والقمر وين بكون موجود في اي درجة اه على اساس انه تكون توقعاتي ادق وهي الموضوع بفيدهم اكثر لما انا بحكي هذا الموضوع اولا احنا لما بنحكي توقعات يومية وانا بحكي التوقعات لليوم ما قبله بيوم يعني على الساعة سبع المساء انا بحكي توقعات ثاني يوم للساعة سبع المساء انت بتحكي عن 24 ساعة القمر ما بيكون على درجة واحدة او ثنتين او ثلاثة او عشرة او 12 درجة بمشي مسافة طويلة وممكن يوصل لاكثر من 15 درجة او 16 درجة بخلال الاربع وعشرين ساعة احنا لما نجي نقول القمر بنتقل من برج لبرج بخلال يومين وربع بعد مرات القمر بالزوايا تاعته بكون سريع جدا فبتكون اثار الزوايا اهم من اثار الدرجة اللي هو موجود فيها وبعد مرات بنتقل بين عشريتين بسرعة هائلة جدا في خلال يوم فعشان هيك ما بلحق انا وما بتكون توقعاتي دقيقة اذا انا بدي اعطيك درجة عشرية لانه انت ما رح تستفيد منها وعا كل حال انا رح اشوف طريقة مناسبة اني احاول اني اقرب الصورة اكثر بس انه هو الارجح انه دائما احنا لما منحكي توقعات يوم اليوم الاول من الانتقال بيبقى على العشرية الاولى والثانية واليوم الثاني بيكون على العشرية الثانية والثالثة استبينا لما انا بعطيك منزلة المنازل القمر العربية اللي زي منزلت المؤخر او منزلت الرشا او منزلت سعد الاخبية او هدولا هاي ادق بالتحليل وادق بالمعلومة من اني انا اعطيك عشرية لانه تأثير المدة اللي بده يقضيها بالسبع درجات اللي بده يمشيها هاي او ثلاث عشر درجة اللي بده يمشيها هاي تأثيرها رح يكون من المنزلة باجابيتها او سلبيتها فانت لما تأخذ المنزلة هاي انت بتستفيد فيها اكثر انا مش عاجز اني انا اعطيك عشريات او اني اعطيك درجات بس انا اذا عطيتك درجات انت رح تتوه فيها ما رح تستفيد منها لما انا اعطيك منزلة المنزلة بالعكس المنزلة بتفيدك اكثر وانت بتعرف منازل القمر لانه هي المهمة هي جزء لحاله علم منازل القمر وجودها في التوقعات او موجودها في اليوم انت بتعرف هذا اليوم ايجابياته سلبياته حتى لو ما انا حكيت التوقعات لو اخذت بس بمنازل القمر لحالها انت بتعرف ايش ممكن انت تستفيد من المنزل خلال اليوم هذا حتى لو كان كل الزوايا منتحسة حتى لو كانت كل الزوايا ايجابية ممكن كل الزوايا ايجابية ولكن المكان تاعد درجة اللي هو موجود فيها المنزلة هاي تكون زاوية سلبية فهي تأثيرها رح يكون سلبي ما رح يكون تأثيرها ايجابي حتى لو الزوايا الفلكية ايجابية فهي هاي بتسهل عليك صحيح بحكيها انا بسرعة وبحكي عنها يعني بشكل مختصر ولكن المختصر هذا انت بتقدر تعمل منه كل ايشي ايجابي تستفيد من ورا ارجو اني اكون انا جاوبت على السؤال ووضحت المسألة هاي عشان يزيد اهتمامك بمعرفة المنازل لانه المنازل مهمة جدا 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 في علم الفلك عشان هيك انا بحطها ما بحطها من فراغ كل الاحترام والتقدير للكم وخلينا نروع على التوقعات حكينا بالامس بتوقعات يوم الاثنين انه القمر انتقل للحوت واستقر فيه في الليل كان موجود في منزلة المؤخر وراح يستمر فيها لغاية بكرة ساعات الظهر تقريبا بتوقيت الاردن منزلة المؤخر حكينا عنها هاي منزل الربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر ولكن في ساعات الظهر تقريبا رح ينتقل برضو لمنزل الاخرى اللي بعديها اللي هي اخر منزلة في الدورة العشرية احنا منزلة او في دورة منازل القمر اللي هي منزلة الرشا لما بدخل على منزلة الرشا الرشا هاي تعطينا القدرة على العلاج يعني علاج الامراض علاج المسائل المالية علاج المسائل العاطفية علاج الخلافات علاج اي شيء اسمها علاج وممتاز للربح ممتاز للسلامة وممتاز للصلاح يعني هاي زاوية ايجابية رغم كل الزوايا السلبية اللي احنا رح نحكي عنها بعد قليل وحكينا تأثيرات القمر لما بكون في برج الحوت بأثر علينا كلياتنا انه بتلعب الناحية الروحية دور بارز في حياتنا منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم يعني منكون مترددين قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزوا جانبا وباذرفوا الدموع بعيد عن اعين الناس او عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبال الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل الفني كالشعر او الرسم او عيادة مريض او شراء زهور او اقتناء التصوير بالنسبة لا اول الزوايا اللي رح تتشكل معنا اللي هي تقريبا حكينا احنا بالامس عنها بعد الحلقة او في ساعات بث الحلقة اللي هي زاوية بين القمر واورانوس رح تكون الساعة خمسة واثناشر دقيقة بتوقيت جرينيتش احنا هسا الساعة سبعة توقيت الاردن يعني الساعة سبعة واثناشر دقيقة بتوقيت الاردن بتتشكل هاي الزاوية بين القمر واورانوس بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع طبعا ايجابي وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض او اتجاه الغير وحكينا انه في زاوية ثانية رح تتشكل برضو هي برضو خلال هاي الليلة اللي هي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين الزهرة ونبتون رح تكون هاي برضو بعد الحلقة في تمام الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيش مساء تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الاخرين لالنا اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد منتصف الليل هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون الساعة واحدة وثلات عشر دقيقة بتوقيت جرينيش صباحا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه ساعدهم قدر الامكان يعني عمل انساني بتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية في واحد ممكن يجي يقول لك طب هاي في نص الليل اي روابط عائلية واي عمل انساني انتي بالنسبة لك منتصف الليل في نقطة اخرى من الكرة الارضية بتكون عندهم انهار عشان هيك هم المستفيدين من هاي الزوايا اللي بتصير بعد منتصف الليل اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ راح تكون تقريبا في ساعات الصباح او نحكي بين الصباح وما قبل الظهر الساعة تسعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش صباحا تخلق عنا نوع او شعور بالملل من اي عمل روتيني بتكون منكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقدم عليه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب في هاي اللحظات اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية سلبية بين القمر ونبتون راح تكون تقريبا بحدود الساعة تسعة وثلاث وثلاثين دقيقة ما قبل الظهر بتوقيت جرينتش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهني من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد على مشاعرنا على مشاعر الاخرين يعني منكون حساسين اي بشكي قدامنا ممكن نبكي معه اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من الزوايا البطيئة اللي الها تأثير تقريبا بحدود يومين يبل هيك ورح تستمر كمان يومين بعديها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين المريخ ونبتون هاي ذروتها رح تكون في تمام الساعة عشرة واربعة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن الساعة 12 واربعة وثلاثين دقيقة بنتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم بكذبوا علينا وبرضو في اشخاص بدنا نحذرهم اللي هم اللي بتناولوا الادوية اللي عندهم كمية من الادوية هاي باخدوها يوميا هدولة بدنا ننبههم انه بدهم يركزوا على الادوية هاي لانه ممكن ياخدوا ادوية بطريق الغلط او يخطؤوا في عملية ترتيب الادوية او ينسى انه اخذ الدواء فياخد الدواء مرة ثانية اما دوليا هاي الزاوية بتدل على اضطراب سياسي في البلد بسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية او المتطرفة ممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية زي الفويضانات او غرق بعض السفن او ناقلات البترول او حرائق او اضطرابات في بعض الصناعات وخاصة في المجال الصحي اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتيران ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 11 ودقيقة بتوقيت جرينيش يعني منقدر نحكي هاي بعد الظهر بتصير لانه بتكون الساعة وحدة ودقيقة في توقيت الاردن تتأجج العاطفة اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبنعطي دفعة للعاملين في مجال الفني او التجميلي او الديكور وبيتحسن عطائهم وابداعهم هيك منكون انتهينا من زوايا هذا النهر او هذا اليوم بالنسبة للقمر حكينا انه موجود في الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعة ساعة يعني يوم 29 وحد بيبدأ الساعة وحدة وثمان دقائق فجرا يعني بعد منتصف الليل وبستمر حتى ساعات 11 وخمسين دقيقة عصرا لبقى بنتقل بعديها القمر بصير في الحمل عمر القمر القمر طبعا هلال عمره ثلاث ايام في تمام الساعة 6 وثمنتعشر دقيقة بصير عمره اربع ايام نسبة الاضاءة 15% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وتواجدها الشمس في الدلو حتى 19 اثنين مزاجها ممتحس اليوم القمر في الحوت حتى 29 واحد مزاجه ممتزج عطارد في الدلو حتى 3 اثنين مزاجه سعيد الزهرة في الحوت حتى 7 اثنين مزاجه ممتزج المريخ في القوس حتى 16 اثنين مزاجه ممتزج المشتري في الجدي حتى 14 خمسة المزاج سعيد زحل في الجدي حتى 11 خمسة المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى 15 ثماني المزاج ممتزج نبتون في الحوت حتى 23 ست المزاج سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة المزاج ممتزج بالنسبة لزحل اورانوس ونبتون وبلوتو التواريخ اللي انا ذكرتها هاي تواريخ التراجع تاعتها يعني بيبدأ عملية التراجع في التواريخ اللي انا ذكرتها وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يعني القمر ما زال في بيت متاعبكو لغاية اليوم الثاني يعني نفس التوقعات الامس تشعروا باعراض غير اعتيادية ممكن انه اللي بيحس فيكو بتعب او وهن او مرض او هاد بنصحوا انه يتوجه للفحص او للعلاج خذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وبتتجاوزوا مخاوف ما الها اي اساس يعني بتكو تصبروا كمان هذا اليوم وبكرة ان شاء الله القمر بيكون انتقل للحمل بتستفيدوا لما بوصل القمر لعندكو ونفسيتكو كلها بتتغير وكل هذا الاشي بختفي في لحظة برج الثور يعني بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء ممكن تتعرفوا على اصدقاء جدد ممكن يتم دعوتكو من اصدقاء لحفلة او مناسبة وبتشاركوا في مناسبات سعيدة خلال هذا النهار علاقتكو بالصداقة هي اللي مسيطرة على الساحة او تعارفكو او معارفكو هي اللي بتسيطر على الساحة حتى اعمالكو اصدقائكو ممكن يدخلوا فيها كجزء او تحصلوا على دعم من قبل اصدقاء للكم بتكون الفترة هاي جيدة بسوءها نوع من انواع التقدير والثقة المتبادلة بنصحكو استغلال هذا اليوم في اي عمل لانه بكرة القمر رح ينتقل ورح يصير موجود في الحمل يعني في بيت متاعبكو فالفترة رح تكون سلبي فحاولوا انكو في هذا اليوم تنجزوا اللي بتقدروا عليه من اعمال عشان انتو تريحوا حالكو في اليومين القادمات برج الجوزاء هذا يوم مناسب للي ببحث عن عمل او بدور على وظيفة او حاب يقدم طلبات للعمل او للتوظيف او اللي بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم هاي الفترة ممتازة لتعزيز العلاقة مع المسؤولين تحظى بالفترة هاي بشعبية وبتكون كل اعمالك سهلة وميسرة وممكن انك تحقق نجاح شخصي ملفت للانتباه في خلال هذا اليوم برج السرطان اليوم اكثر يوم بدكو تكونوا منتبهين فيه وعندكو وعي اثناء القيادة بالسيارات خصوصا بين المدن او على الطرقات بدكو تنتبهوا حاولوا تتفقدوا سياراتكو ممكن سياراتكو تتعرض لاعطال ممكن منكو يزور ورشات تصليح ممكن اعطال فجهائية تصير في سياراتكو في منكو ممكن يتعرض لحوادث اذا ما كان منتبه في الفترة هاي بتشعروا بقوة العاطفة بتكون عندكو عالي شوي وبكون عندكو قدرة على التواصل عالي جدا ممكن انك تفكر بالفترة هاي يا اما بالسفر او القيام بمشاريع كبيرة وممكن في منكو رح يكون عندهم امتحانات جامعية رح يبدعوا فيها بس برضو تنسوش انه في زوايا كثير سلبية الامتحانات هاي بدها شوي التركيز ما لازم يكون متسرع الواحد خلال هذا النهار بتمنى انه تستفيدوا من هاي النصيحة اللي انا نصحتكو اياها وتكون الفترة هاي ممتازة جدا برج الاسد يعني اليوم هاد انشغالكو اكثر اشي رح يكون بالامور وتنظيم اموركو المالية من جهة ثانية يعني فيه شوية فرص او بتلوح في الافق شوية فرص لمكاسب مالية من شراكة او من تعويض او هبة او هدية ولكن من جهة اخرى فيه نفقات متصاعدة رح تكون موجودة ممكن يزيد اهتمامك بالاشياء الغامضة او الروحانيات او الكتب الخيالية او تحضر لك اه ضاقطة على برج الاسد بالفترة هاي برج العذراء بتتركز جهودكو حول تعزيز شراكتكم المالية والعاطفية الاجواء مشجعة ولكن مش بالشكل الكافي او الشكل اللي انت بدك اياه لوجود الشمس في الدلو في بيت الصحة بس هذا يوم مناسب برضو بصير لاتمام خطبي او زفاف او توقيع عقد علاقتكم الزوجية او العائلية او العاطفية مع شركاء بسودها نوع من الانسجام والتوافق ولكن اذا عصبت وركب مزاجك اللي هي العقل الثاني تبعك ايجابي وقت غير مناسب لا هيك بدك يكون في فشل وبدك يكون في صدام بينك وبين الشريك حاول تمسك اعصابك على اساس انك تمشي هذا اليوم بمكاسب ممتازة بدون اي مشاكل برج الميزان طبعا هذا اليوم القمر موجود في البيت السادس لالكم الشمس صحيح بتدعمكم شوي ولكن مكانه في البيت السادس والزوايا اللي راح تصير خلال هذا النهار بتراكم العمل عندكم بيكون ما عندكم نفس لعمل شيء او خلص فيه نوع من انواع الخمول او الكسل انك تعملوا شيء بتكو تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا واجباتكم واهم اشي نظموا وجباتكم الغذائية كمان خذوا قسط كافي من الراحة ممكن تجدوا نوع من انواع السهولة في تطبيق اعمالكم الروتينية او المنزلية ولكن انوا برضو بتكونوا حذرين من ناحية الصحة اللي بشعروا باعراض غير اعتيادية يراجعوا طبيب وما تخافوا يعني الاشي مش خطير ولكن انوا للاحتياط ممكن تكونوا بحاجة لأدوية برج العقرب طبعا انتوا بالنسبة للكو صحيح انوا انتوا شوي هيك تعبنين او مضغوطين نفسيا ولكن بصورة عامة الفترة ايجابية بما انوا القمر موجود في البيت الخامس للكو بركز على الحظ على العاطفة وعلى المال في هاي الفترة يعني احكي لك لولا انوا الزوايا السلبي اللي موجودة خلال هذا النهار لو لتلك روح اشتري ورقة يا نصيب لانوا هاي الفترة فترة حظ ممتازة جدا للكو وبتقوى فيها العلاقات العاطفية والغرامية وحتى ممكن يصير معارفة جديدة او معارفة جديدة في خلال الايام هاي ولكن عصبيتك وتهوركو ممكن يعطل عليكو هذا الاشي هاي فترة فيها نوع من انواع البهجة بس ما تنغرب حالك لانو ما بتعرف انت شو اللي بتخبالك من وراء الكواليس حاول تكون دقيق وتحسبها صح وبلاش تهور وبلاش فرض الرأي برج القوس يعني بينصب كل اهتمامكو حول ادخال تعديل على مساكنكو او الاهتمام في امور البيت حوالين البيت اطراف البيت بعض الترميمات بعض التصليحات اعطال بتصير في البيت بتهتموا فيها اه مصاريف بتطلعلكو من داخل البيت لشراء قطع للبيت او ادوات للبيت اهم اش انه بتلاغوا فيه نوع من انواع التعاون مع افراد العائلة او دعم من افراد العائلة للكم خصوصا لو تأزمت الامور معاكم او تعرضتوا لبعض المشاكل بتلاقيه فيه نوع من انواع المساندة شوي في داخل البيت يعني حياتك العاطفية او حياتك العائلية فيها نوع من انواع الراحة والبهجة ولكن بعد مرات المشاكل بتجيك من بره البيت مش من داخل البيت بدك تكون حذر من البر اكثر من اللي جوا برج الجدي هذا يوم معروف انه هو يوم الاتصالات والتنقلات والسفريات والتليفونات والرسائل والتواصل اهم اشي انك تكونوا اكثر صبر اثناء القيادة بالسيارة داخل المدن بدك تتفقدوا سياراتك بشكل منيح وواضح علاقتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة جدا عندكم سرعة بديهة عالية جدا للتعامل مع الاشخاص تقدروا تقنعوا اي شخص بوجهة نظركم تقدروا توصلوا الرسالة اللي بدكم اياها في الوقت اللي بدكم اياها باسلوب بسيط جدا بدون هالجهد الكبير اللي رح تبذلوه وبتستفيد كثير في علاقاتك خصوصا مع محيطك ممكن يدعموك ويحسنوا الوضع تاعك او يزكوك بشيء معين فبتكون الفترة هاي لمصلحتك برج الدلو يعني في فرصة ممتازة جدا لمكاسب مالية ولكن المكاسب المالية هاي عادة في الفترة هاي لما بكون في البيت الاول اغلبها بتيجي يا منعمل اضافي يا دعم من اشخاص الشيء الملفت انه القمر لما بكون في البيت الثاني لالكم بتتزايد النفقات وبصير عندكم نفقات متصاعدة وبصير تفكيركم في سداد للديون او عملية كيف اجدول الاعمال او الفوترة اللي هي كيف ادفع الفواتير او جمعيات يعني بصير فيه نوع من الالتزامات ودفع الفلوس بس الارجح انه هذا اليوم رح تشوف نوع من انواع السهولة في اعمالك اليومية وفي الحصول على الاموال وممكن يكون حتى فيه ارباح بس اهم شي تنتبه من المصاريف برج الحوت ثقتكم بانفسكم كبيرة وانت اليوم اكثر نشاط حيوية من قبل حتى اكثر من يوم امس بوسعك السيطرة على زمام الامور والدفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء السكينة والطمأنينة عندك يعني شغف انك حتى تظهر شيء جديد على نفسك ممكن تروح ويعمل قصة شعر ممكن تعمل تجميل ممكن تشتري ثياب جديدة يعني حاب تطلع حاب تتحرك حاب تشوف الناس حاب تنطلق خلال هذا اليوم نفسيتك شوي احسن فيه نوع من انواع الطمأنينة على المستوى النفسي عندك خلال هذا اليوم حاول انك تقضي وتنبسط فيه بشكل كبير صحيح انه الشمس موجود في بيت متاعبكم ضغطيتكم ولكن بتلاقي انه فيه نوع من انواع الطاقة المتناقضة موجودة جواك يعني انت تعبان بس حاب تنبسط انت مرهق ونفسيتك مكتائبة ولكن حاب تطلع وتشوف الناس وتغير اللق تاعك وتشتري اواعي او تشتري ملابس او تعمل اي شيء حاول تستغل هذا اليوم باي شيء برفيه عن نفسك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا رضى الله ورضى الوالدين اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء